بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السادس والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين على آله وأصحابه أجمعين وقفنا عند قوله تعالى والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وبعدها قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا أن الله جل وعلا هذا معطوف على ما سبق في قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل عطف عليه قوله تعالى والذين عطف عليه قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي أن الله جل وعلا أيضا لا يحب الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فليس المراد أنك تنفق المال بل المراد أن تنفق المال على الوجه الشرعي أما الذي ينفق المال على غير الوجه الشرعي فإن الله يبغضه كالذي يسرف في بذل المال وكالذي يبذر الله جل وعلا يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا قال سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فليس المراد أنك تنفق المال بل المراد أن تضع المال وترشده وترشد الإنفاق في وجوه الخير أما الذي ينفق المال في غير الوجه الشرعي فهذا متوعد بالوعيد الشديد ولا يحبه الله عز وجل والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس والرياء معناه طلب رؤية الناس له فيثنون عليه فهو ينفق ماله لا لوجه الله ولا لأجل سد حاجة المحتاجين وإنما ينفقه من أجل أن يمدح أن يراه الناس فيمدحوه فهذا فيه وجوه الإخلاص في الأعمال ومنها الصدقة أن يخلص الإنسان لله عز وجل وأن ينفق ابتغاء مرضات الله عز وجل لا ينفق من أجل المدح قد جاء في الحديث أن من الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار رجل أعطاه الله مالا فيأتي يوم القيامة فيسأله الله ماذا صنعت؟ فيقول يا ربي ما تركت شيئا تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت فيه فيقول الله له كذبت وإنما أعطيت المال ليقال هو جواد وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار نسأل الله العافية والرياء يحبط العمل سواء كان في الإنفاق أو في العبادة والطاعة فالرياء من صفات المنافقين كما قال الله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فقصدهم الرياء والرياء من الشرك الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أصحابه وهم يتحدثون عن الدجال وفتنته قال ألا أخبركم على ما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك قال الشرك الأصغر يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه فالرياء خطير والذي ينفق ماله من أجل مراءات الناس خاب وخسر فلا ماله يبقى ولا ثوابا يناله من الله سبحانه وتعالى فهو خسر المال وخسر الثواب وخسر محبة الله جل وعلا نفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر هذه صفة المنافقين أنهم يعملون الأعمال من أجل الناس وأما في قلوبهم فإنهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا ينفقون من أجل وجه الله ولا يؤمنون باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة الذي فيه الجزاء والحساب فهم يكفرون بالله ويكفرون باليوم الآخر وإنما ينفقون الأموال من أجل مدح الناس وثناء الناس لهم ومراءات الناس فهذا فيه تحذير للمنفقين والمتبرعين بالأموال أن يخلصوا نيتهم لله عز وجل وأن يحذروا من الرياء والسمعة فإنها تحبط عملهم وتعرضهم للوعيد الشديد ثم قال جل وعلا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الذي حملهم على الذي حملهم على هذه الصفات القبيحة التي هي الكبر والبخل والأمر بالبخل والرياء في الأعمال الذي حملهم على هذه الجرائم هو الشيطان الذي هو عدوهم فهو لا يأمرهم بما فيه خيرهم وصلاحهم وإنما يأمرهم بما فيه ضررهم ومن يكون الشيطان له قرينا أي مقارناً له ومجالساً له ومصاحباً له وهذا يشمل شياطين الجن وشياطين الإنس وهم جلساء السوء فإنهم لا يرشدون جليسهم إلى ما فيه الخير وإنما يرشدونه إلى ما فيه الشر والضرر عليه وعلى غيره فهذا فيه أن الإنسان يحسن الصحبة والجلساء والشاعر يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة يقتدي وكما في الحديث المرء على دين خليله فعلى المسلم أن يحذر من جلساء السوء ومن شياطين الإنس والجن وأن يستعيد بالله من الشيطان إذا سول له الكبر سول له البخل سول له الأمر بالبخل سول له الرياء وحب الثناء أن يستعيد بالله من هذه الصفات الخطرة وأن يسأل الله عز وجل أن يعصمه من الشيطان ومن خطورته فإنه عدو مبين كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فقن الله جميعا لما فيه الخير والصلاح والهداية وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته